لأنه ليس للخروج من العدة عمل معين لا قول ولا فعلي لا تقول شيئا ولا تفعل شيئا وهذا كان من عادات أهل الجاهلية أن المرأة كانت إذا توفي زوجها تعتد سنة كاملة ثم توضع في حش مكان أكرمكم الله قذر تبقى فيه مدة سنة ولا تغتسل فإذا خرجت أخذت بعرا وانظروا إلى كيف أن إبليس لعب بهؤلاء تأخذ بعرا فترميه في هذه الجهة وفي هذه الجهة وتقول خرجت من العدة هل تريد المرأة المسلمة أن تقلد المرأة الجاهلية ولذلك تلفاظ لخطأ هذا الذي يعتقده بعض النساء يعني من النساء من تقول إذا خرجت من العدة روح البحر أين الدليل ما في دليل بعض الناس يقول للمرأة إذا خرجت من العدة روح اغتسلي وين الدليل ما في دليل بعض الناس يقول للمرأة إذا خرجت من العدة اذبحي ذبيحة أو يذبح لها ذبيحة أين الدليل ما في دليل ولذلك تلفاظ لأ أنا ذكرت بأن المرأة المحادة يجوز لها أن تغتسل يوميا أثناء العدة يعني يجوز لها أن تغتسل مدة أربعة أشهر وعشرة أيام يوميا تغتسل ما في مشكلة لكن تجتنب الطيب تجتنب المنظفات المجتملة على المواد العطرية فما في داعي أخت الفاضل إني أكمل معك الساعة السابع ولك عادي وترجع وتلبس ثيابها الجميلة والله إذا أخوانها وأخواتها قالوا الحمد لله على سلامتك إحنا نبغى نجمع الوالدة والإخوة والأخوات نعمل لنا مناسبة ما في شيء هذه من العادات هذه من العادات قالوا له والله أنت طلعت اليوم من العدة خلاص أخوك الكبير والأختك الكبيرة قالت والله بنسوي غدا أو بنسوي عشا أو بنسوي مناسبة لأن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام ما شفنا أختنا إلا مرة مرتين ونبغاها تطلع مثلا وكذا ما في شيء هذا من العادات أما والله تعتقد أنه لازم تذبح لا ذبيحة أو يصنع لها طعام أو شيء هذا غلط أو لازم تغتسل في هذا اليوم هذا غلط تغتسل كل يوم أنا قلت كل يوم تغتسل ما في مشكلة لكن اعتقاد بأن في غسل تخرج به من العدة هذا كلام غير صحيح بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر